ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله سيارتها وجرتها لمسافة طويلة مشيرة إلى أنها ربطت الاتصال بشرطة التأمينات التي لم تتعامل معها بشكل جيد حيث أكد الكونستاتور لم يحرر لها ورقة الحوادث بالتأمين لأن سائق الشاحنة رفض الاعتراف بأنه كان المتسبب في وقوع الحادث وأضافت الصديقي أنها حاولت الاتصال بالشرطة للعديد من المرات لكنها عجزت في التواصل معها ما دفع بها إلى ربط الاتصال بضافط ممتاز من الضار البيضاء والذي قدم الهليد المساعدة حيث التحق رجال الشرطة بمكان الحادث معبرة مرة أخرى عن استيائها الشديد من الطريقة التي تعامل بها موظف تابع لشركة التأمين إلا أن الأمور تغيرت بعد ذلك بعدما أرغم مدير سائق الشاحنة هذا الأخير عن التراجع وعدم الاعتراف بتسببه في الحادث نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية ترجمة نانسي قنقر